اشتركوا في القناة هذه القاعدة العظيمة ذكرت في أثناء قصة قارون الذي غره المال وغرته نفسه الأمارة بالسوء أيها الإخوة النفس كما قال القائل النفس كالطفل إن تهمله شبه على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمه النفوس تلعفة نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء أعلى النفوس النفوس المطمئنة المطمئنة مطمئنة بالخير مطمئنة في العمل الصالح مبتعدة عن العمل الطالح مبتعدة عن الأشياء السيئة نفس مطمئنة بوعد الله سبحانه وتعالى مطمئنة لما تدفع تنفق في سبيل الله مطمئنة أن الله سوف يخلف عليها هذا الخلف منه جل وعلا هناك نفس أمارة بالسوء هناك نفس اللوامة النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل السيئة تلوم هذه النفس تلوم صاحبها على فعل السيئة النفس الأمارة بالسوء كما قال الله عزيزي وما أبره نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مرحم ربي لذلك هذه النفس الأمارة بالسوء أيضا حصلت عند قارون قارون قال الله عزيزي في هذه العاية ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هذه قارون أتاها من الأموال كما قال الله عزيزي وما إن فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة المفتاح الواحد شرون عشر من الرجال حتى يفتحوا هذا هذه الخزينة لكنه غره عياذا بالله عزيزي هذا الذي أتاه الله عزيزي من البال ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الفجر فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونأمه فيقول ربي أكرم ترى كثير من الناس من الله عزيزي يعطيه كذلك يقول الله عزيزي أكرم يقول الله عزيزي وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهان يقول الله عزيزي كلا ليست الأمور كما الدنيا يعطيها الله عزيزي من يحب ومن لا وأما الآخرة فلا يعطيها الله عزيزي إلا من لا ولذلك قالوا أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر والصحيح أنهما كلاهما بحسب تقوى فالفقير الصابر أيضا هو في درجة عالية والغني الشاكر طبعا لا شك أنه أعلى درجة ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر كما في حديث عند الترمذي وهو حديثه الصحيح إنما الدنيا لأربعة نفر رجلنا أتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله إزال فيه حقا فهذا بأفضل المنازل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن قارون لما أتاه الله عز وجل ما أتاه يا أذن بالله ماذا قال قال قول المشتكبر إنما أوتيته على علم عندي ينسى بالأمر له هو ولذلك أيها الإخوة بعض الناس في تعامله مع المال أما تجده يعني يتعامل مع هذا المال على أنه هو مستخلف فيه وإما يعتقد أن هذا المال هو ماله إذا كان يعتقد أنه مستخلف بهذا المال يعني الآن أنا أعطيت مال أنا مستخلف فيه كيف أصرف هذا المال وذلك ورد في الحديث وعماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ترى أنت لا تعتقد الأمر سهل بعض الناس يعتقد بأنه لما يكون غني أمر سهل لا لأن الآن يسألك الله عز وجل من أين اكتسبته لو سألت من حلال أم من حرام وفيما أنفقتها هل أنفقتها في حلال أم في حرام ولذلك البعض هذه المسألة ليست عنده لا ولذلك البعض هو في قضية المال يأخذها من أي أحد ما عنده مشكلة المهم أنني أخذ مال بأي طريقة كانت بحلال بحرام المهم أن يكون عندي رصيد مليام وهذا سبحان الله قد يجر يجر عليه الويلات ولهذا الله عز وجل يسألهم يوم القيامة يسأل الناس من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع منها عن شبابه فيما أبلعه أنت شبابه وين راح شبابه والله راح شبابه في المعاصي في الذنوب في الأشياء في الأمور في كذا تحاسب على هذا الشباب للأصل هذا الشباب الذي أطاك الله عز وجل إياه أن تستعمله على الأقل جزء منه في طاعة الله لقد الشاب ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجد وهو ضايع بين بين الفساد ويعني الضايع بين هذه المسكرات والمخدرات أو غير ذلك ضايع هذا كيف يكون حسابه عند الله عز وجل وموقعه وذلك من شبابه فيما يعني قالوا وعن وذلك عن الحديث الآخر اقتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك إلى آخر الحديث فهذا يدل أن من أعظم المزايع لهذا الدين أنه يدعو إلى التوازن في كل شيء غير إفراط ولا تفريق ولا غلو ولا يفاق في أبل الدنيا أو أبل الدين من ذلك هذه الآية لما قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فاصل أيها الإخوة الحمد لله وحبه الصلاة والسلام على من لا نبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة قبل الفاصل قلنا قول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله من الذي آتاك الله الله عز وجل قد جاء لك مستخلف في هذا المال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا إذن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا لو تعملها الإنسان هذه الآيات لو وجدنا ترتيب الكلام فيها كأنه عقد منظم ولذلك هذه أربعة وصايا يتعملها أرباب المال أصحاب الأموال لعندهم فلوس لعندهم ملايين الأولى قول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة فإن الآخرة هي المستقبل الذي يجب على كل عاقل أن يسعى للنجاة فيها هذا هو الأصل أول شيء أن الإنسان في الآخرة مستقبله أو في العقيقة في الآخرة ليس في الدنيا مستقبلك الحقيقي هو في الآخرة ليس في الدنيا إذن الإنسان في العقيقة إنما يسعى إلى مستقبل الأخروي يسعى للنجاة في هذه الحياة الأخرى ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع بعض الناس أيها الإخوة لا يفهم مثل هذا لا يفهم أن هذا الميزان العظيم الذي هو أولا أن يبتغي أن يكون ناجيا يوم القيامة ناجيا من هذه الأمور وأن يجحز عن النار وأن يدخل الجنة فذلك سايا في الدنيا كل هذا لغراس يكون يوم القيامة ولذلك قارون قد حصل عنده من وسائل الغرس في الآخرة ما ليس عند أكثر الناس فأمره الله عز وجل أن يبتغي أن يعمل بها أعمال بأعمال يرجو فيها فعند الله عز وجل يعني ترى أنت لما الله عز وجل يعطيك أموال هذه فرصة فرصة من أنك تدخل الجنة ذلك جاء في العديد لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور أهل الدثور من أهل الأموال ذهبوا بالأجور يا رسول الله قال كيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء يصومون ويحجون يفعلون ويتصدقون بفضائل أو بفضول أموالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوجه الصحابة بتوجيه آخر قال أولا أدلكم على شيء يعني ما تتصدقون به قال وما هو قال قال إن بكل تسبيحة صدقة بكل تحميج صدقة إلى آخر ما قال في الحل سمع أهل الأموال بأن هذه الأمور أيضا تجألك في كثرة بالحسنات فبدأ هؤلاء أيضا يذكر الله عز وجل فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ترى أهل النغين أيضا سابقون في قضية الذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يرتيه من إذن هناك سبب لك عند الله عز وجل من أنك تدخل الجنة إذا كنت من أصحاب الأموال تقدر تزكي تقدر تتصدق لو كان عندك أخ يحتاج إلى المال وتعطيه ما لو كان عندك أيضا أحد يعني عنده مشكلة مثلا في أمر من أمور الدنيا تستطيع أن تعينه تبني مسجد يعني كذلك تكفى الأيتام كل ذلك إنما تستطيع أن تفعله لما يكون عندك زيادة في المال ولذلك لا يقتصر هذا الأمر على أنك تنال كثير من الشعوات أو تحصيل اللذات أو أو التوسع في المباحات كما يحصل عندنا جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى إذن الله جل لما قال وابتغي فيما أتاك الله أولا إيش الدار الآخرة لازم أن يكون عندك دائما بعد رضا أن هذه الدار الآخرة تحتاج إلى عمل ولذلك منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة الذي يريد الآخرة لابد لها سعي سعي خاص فيها لما تدفع أموال وتدفع أشياء ولا تتصدق ولا تعتقد من أن هذا سوف يكون لك لذلك لما تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بشعة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وابقى منها اليد فقالت عائشة وصل الله ذهبت كلها إلا ذلك اليد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال بقيت كلها إلا هذه اليد وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه رأت خلاص عند الله أسبوع تعالى وصدقت بهذا بالثلاث أثلاث وبقيت هذا هذه اليد هذا الثلث وهذا الربع هذا الربع الذي بقي هذا الربع الذي بقي هو في الحقيقة هو الذي نأكله الآن سوف يذهب لكن تلك التي تصدقنا بها مما بقي من أمور الشاه هي التي سوف تبقى عند الله سبحانه وتعالى هذا الفلسفة لو فهمها الإنسان لما يتصدق ويعطي فإنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى لا يرجو ما عند الناس لذلك هذه وصية في قول الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر أنا إنما أريد الدار الآخر لذلك لا تريد لا جزاء ولا شكر ولا تريد ثناء من أحد تريد ما عند الله سبحانه وتعالى تريد أن الله عز وجل يحبك تريد أن الله سبحانه وتعالى يوفقك تريد أن الله عز وجل يزيدك ولذلك هذا من أنواع الشكر شكر النعمة بإيش بالتصدق بالعطاء والعطاء قانون العطاء قانون العظيم أيها الأخوة كلما أعطيت أعطاك الله أنفق بلالا ولا تخشى من ذو العرش إقلالا لذلك أنفق ينفق عليك الله عز وجل إذا أعطيت أي عبد من عباده فإنه يخلفك أضعافا مضاهرة فيما لا يخطر على بارك فالرزق بيد الله عز وجل وخزائن الله عز وجل ملعا خزائن الله عز وجل ملعا لذلك الله عز وجل لم يقول وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر هذه الوصية الأولى الذين أوصى قوم قارون الذين هم قوم موسى أوصوا قارون بهذه الوصية العظيمة أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وإلى قانا آخر بإذن الله صلى الله عليه وسلم